السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لأنواع الإقامات في أندونيسيا أول نوع من أنواع الإقامات هي إقامة العمل ودي بتطلع عن طريق أن انت يكون معاك عقد عمل والمكان اللي حيعينك هو اللي بيتعامل في الموضوع وهو اللي بيطلع لك الفيزا وانت بتقدر تدخل بلد عادي وقيم طالما أن انت شغال في الشركة دي نوع الإقامة اللي بعد كده إقامة البيزنس ودي بتكون للمستثمرين اللي هم عايزين يفتحوا بيزنس أو يعملوا شركة داخل أندونيسيا وطبعا من ضمن شروطها وجود رقم معين داخل حسابك البنكي لأن طبعا المفروض أن انت هم معاك رسمال وجاية تستثمر فأهم حاجة الحساب البنكي بتاعك زائد طبعا عدد المساهمين في الشركة واسم الشركة الإقامة اللي بعد كده هي إقامة الزواج لو أنت متزوج من مواطنة أندونيسية تقدر أن أنت تاخد إقامة سنة والسنة دي بتتجدد لسنة تانية وبعد سنتين من الزواج تقدر أنت تقدم على إقامة خمس سنوات وفي بعد كده إقامة الدراسة لو أنت طالب وبتدرس في جامعة أندونيسية فالمفروض أن الجامعة هي المسؤولة عن إصدار الفيزة الدراسية الخاصة بيك يعني أنت بتقدم لهم الأوراق وبتدفع المصاريف والجامعة هي اللي بتتكفل بكل شيء بعد كده فيزة الدراسة أو الإقامة الدراسية في أندونيسيا بتنقسم لنوعين النوع الأولاني منحة بتكون متقدمة من الحكومة الأندونيسية وتقدر أن أنت تستفسر عنها في الصفارة الأندونيسية وبعض المنح بتشمل أن الطالب بياخد مصروف جيب في إيده أما النوع الثاني فمش بيكون منحة إنما أنت اللي بتدفع مصاريف الجامعة بنفسك بترسل الجامعة وبتبعتهم السي في وأوراقك ولو تم قبولك في الجامعة فأنت بتقوم دفع المصاريف وهما بيطلعوا لك الفيزة وطبعا في الحالتين الجامعة هي اللي بيكون مسؤولة عن كل شيء هما اللي بيطلعوا لك الفيزة وأي مشكلة في الفيزة بتقوم بكلم الجامعة على طول الإقامة اللي بعد كده هي إقامة التقاعد ودي بالنسبة للأشخاص اللي هما فوق خمسة وخمسين سنة طبعا شرطها أن أنت بتمدي إقرار أن أنت مش هتشتغل أو مش هيكون لك أي دخل داخل أندونيسيا لأن أنت جاي مش مستثمر أنت جاي وراجل متقاعد يعني هتقعد في البيت وتصرف وفقط والشرط الثاني أن أنت تعين عندك حارس أو خادم أو سواء أندونيسيا مهم أن أنت مواطن أندونيسي يكون شغل عندك زائد طبعا زي ما قلت الإقرار أن أنت مش هتشتغل ده كان مختصر لأنواع الإقامة في أندونيسيا أتمنى أن تكونوا استفدتوا بالفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته